إنها لحظات صعبة ومؤلمة مرت على المناطق والمدن والقرى الليبية في الجبل الأخضر التي تعرضت لهطول كميات غزيرة جدا من الأمطار وصلت ذروتها لنسبة 400 مم في بعض الأماكن هذا رقم لم يسجل عبر تاريخ الليبيا المناخي صاحبتها رياح عاتية أدت إلى وفاة الألاف من المواطنين وإصابة الألاف منهم وما زال البحث جاريا عن المفقودين الذين جرفتهم السيول القوية وما تبع ذلك من حدوث الفيضانات الهائلة وانهيار لعدد من السيدود وسقوط الكثير من المباني والضرر الجسيم للمشاهات العامة والخاصة كما أنه تم إصدار تعليماتنا الفورية بتسخير كافة الإمكانيات وتوفير الدعم اللازم من المعدات الطبية العاجلة وتسهير القوافل الطبية وتخصيص أماكن للإيواع ممن فقدوا بيوتهم ومنازلهم فعدد المتضررين كبير جدا والأضرار بليغة جدا ويعجز المرء عن وصفها وحصرها